خطوة أخرى نحو تجديد القبضة والخناق على الشبكة العنكبوتية ستقوم بها السلطات الإيرانية عبر تعطيل خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة أو ما يعرف اختصاراً بالVPN ولأن استخدام خدمة VPN وغيرها من وسائل الفلترة هو جريمة في شريعة السلطات الإيرانية فإنها خصصت فيلقاً خاصاً يدعى الفيلق الافتراضي لمكافحة ما تعتبره جرائم الإنترنت ولمن لا يعرف هذه الخدمة فإنها تمكن مستخدم الإنترنت من دخول متصفح خارج البلاد وتمكنه من فتح الصفحات المحجوبة والخاضعة للفلترة بدون أن يترك أثراً يدل على هويته وفي إيران يقدروا أن ما يصل إلى نحو 30% من مستخدمي الإنترنت يلجأون إلى هذه الخدمة للتخلص من قيود الرقابة الشديدة التي تفرضها السلطات هناك على الإنترنت حيث تحجب ملايين المواقع والمدونات وصفحات الخاصة بحجة أنها إما تهدد القيم الإسلامية أو مصالح الدولة خاصة بعد احتجاجات العام 2009 التي أعقبت انتخاب فوز الرئيس محمود أحمد نجاد بفترة رئاسية ثانية وهجومي ستاكس نت وفليم على شبكة الإنترنت الرسمية أما البديل لمن يشعر من الإيرانيين بأن هذا الحجب يضر بهم وبمصالحهم فليس سوى خدمة إنترنت إسلامية نظيفة أو شبكة إنترنت داخلية وطنية يتم خلالها استخدام مواقع بحث إيرانية لتحل محل مواقع البحث العالمية كجوجل وياهو وتحوي فقط ما تسمح به السلطات هناك من معلومات خدمة تقول طهران إنها ستطلقها في وقت لاحق من هذا العام قد يكون في أغسطس القادم زين الفائز العربية